مجموعة نصائح لكل أباء والأمهات التي تكونوا ولدتهم ضحايا التنمر أيضاً إحتى الطفل الذي يكون مارس هذا التنمر لأنه إحتى هو يكون ضحية ربما تمرس عليه التنمر أيضاً ربما يمرس عليه ضغوطة أخرى داخل البيت عنف مثلاً لحد من الحرية له إلى غير ذلك إذن سيلها شامي الأباء التي عندهم ولدت دائماً تجوباكيين أو العكس يكونوا يعني يبدو كيميلوا العزلة لأنه يتمارس لهم تنمر كيفاش غادين يعلموهم يواجهوا هالتنمر بلا ما يحسوا بالألام بلا ما يكونوا يعني يكونوا يبكيوا مثلاً أو لا يتحربوا في الأرض أو لا يرفضوا يمشي المدرسة إلى غير ذلك يواجه التنمر يعني بكل روح ريادية أول حاجة اللي خاصة ننذيره هي أن يجي ولديت شكالية نسمع ليه نسمع ليه ونحاول أن نشكره أنه قلي هذا المسألة المعيانة ونعلموا بأنه إلا شكاشي واحد موت تنمر عليها أو لدليه مشكل فهذا رمشي نقص فيه بل شجاعة منه أنه يتكلم على هاد المسألة المعيانة ثاني حاجة أنني نتعاطف معه يعني نبدي التعاطف معه معه وما نحاولش أنني نتشل ناجع أو ننتعصاب أو لا أو لا أنني يعني نبين بحل الإمتعاط ديالي من هذيك المشكل لأنه إلا بنت الولد بأنني أنا أو البنت إلا بنت لا بي أنني أنا معصاب أو لا أعجبني لحال من ذلك اللي يقول ليه فربما ما يعطي لنش واحد المجموعة من المعلومات وهذا المعلومات هي أساسية باش أنني نحل معه المشكل كثير منا من اللي يجي الوليد ويشكلنا كلموه وهذا مشكل تولى إلا المتوق أو الليلة قلت له هي قلت لك مثلا ما تتعاملش مع ذلك الولد أو الليلة قلت له مثلا راه ربما أنت اللي درتي لهم شي حاجة ذاك شي علاش قال داروك أو لهذا فكلموا هنا أنه يتكلم معايا نحاول أننا بهذا الطريق نحاول أننا نجمع أكبر عدد من المعلومات لأن المعلومات هي اللي غتتمكننا أننا نحلوا المشكل ونحاولوا أننا كما قلنا نشكر الولد واش نشجعه أنه يقولنا المشكل والمشاكل اللي كيوقع لهم نحاولوا كذلك أننا نطمنوه نعلموه بأننا نحنا ومن اللي خايفين على العاليه وبأننا نحنا اللي ممكننا نعاونه في حال التعرض للتنمور نعلموه أنه يحاول أنه يلجأ يلجأ للشخص أكبر أنه تصرف الصوب أنه مثلا من اللي غيكون في المدرسة أنه يلجأ للأستد يالو أو المسؤول عليه في المدرسة بشي يقدر أنه يساعده ويعاونه بالنسبة للطفل اللي كيكون هو كيمارس تنمور تكلمنا في بداية الحلقة أنه الطفل احتهوه ما كيجيش بمارسها التنمور إلا لأنه تمارس عليه التنمور أو كيعنده ضغوطات كيعاني احتهوه مشاكل نفسية ربما داخل البيت كيفاش يمكن تعامل معه؟ مثلا تحسيس الوالدين بأنها التنمور مسألة غير صحية شنو الطريقة بشي يتواصلوا مع الوليدات دياله؟ هو غالبا لكي يكون متنمور الآباء لا تأتيهم عادية يعجبهم الحل يدافع لرسوه يدافع لرسوه يدافع لرسوه يدافع لرسوه يدافع لرسوه يدافع لرسوه حين أنه في حقيقة في حقيقة الأمر هو مشكل ودل على واحد النقص في التركيبة النفسية لهذا الطفل المتنمور وبالتالي خاصنا نحاول أننا نساعد هذا الطفل المتنمور أنه يخرج من هذه المسألة يعني من بعد رأي خدري يتحولنا إلى واحد المجرم يعني اللي كيدير لبتزاز أو هذا وهذه أشياء خطيرة من بعد وخا ما كتبالناش عن المدى القاصر وكنت قد تؤدي للمشكل أكبر وبالتالي نحاول أن أول حاجة أننا نسمع لهذا الطفل نبينونه بأن هذا الشي اللي كيدير هو خطأ بأنه يعني القوة لا تبرز بهذا الشكل بقدر يعني ما تبرز بالحوار بأنه يبين مناطق القوة فيه يعني مثل لك نقوي في الدراسة بنية الجسدية مثلا بنية الجسدية دياله نقدر نحاوله مثلا الرياضات معينة يستغل لهذه القوة وهذه الشي اللي عنده أشياء اللي هي إيجابية ما يدرش الآخر نحاول أن هذا الشي الأشياء اللي كي يستغلى في ما هو سلبي نحاولوا نشوفوا بأنها كين عندها واحدة طريقة إيجابية باش نستغلوها سيلها شميم شكورة لهذه النصائح إذا النصائح لكل الأباء والأمهات سواء اللي عندهم ولدات كي يكونوا ضحايا ديل تنمر أو هما اللي كي مرسوا تنمر بزوج بهم ضحايا بزوج بهم خاص نسمعوا لهم خاص نصحهم خاص نرفقهم ونأكدوا على أهمية أن الولدات هما بمثابة واحد الإخوة إنه في واحد الفضاء واحد كي يكونوا بحل خوت حتى واحد ما خصو يتنمر على الآخر حتى واحد ما خصو يبرز القوة دياله على الآخر